السلام عليكم ورحمة الله سؤال أول اكتب Z1 مضروف Z2 على شكل جبري سؤال ثاني ألف اكتب Z1 و Z2 Z1 و Z2 ثم Z1 مضروف Z2 سوف فرم تريجونومتري اكتب Z1 و Z2 ثم Z1 و Z2 على شكل متلاتي بتي بي دي دويغ استنتج كوسينيس بي على 12 و سينيس بي على 12 إذن سننذهب معكم مباشرة إلى التصحيح سترون أن التصحيح دي للتمرين هذا ما فيه احتشي صعوبة هو تمرين بسيط جدا إذن أولا نبدأ بوحد التدكير أبقى من رأسيح ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نسي قنقر نانسي قنقر وفي الجهاز نانسي قنقر نانسي قنقر نسي قنقر نانسي 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 قنقر هادي قنقر هادي نانسي قنقر هادي هادي نسي قنقر هادي نانسي قنقر 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 بي سور 12 إغال موين رصين كاري 2 ولن ديرو رصين كاري 2 6 موين رصين كاري 2 ملحس رصين كاري 2 6 موين رصين كاري 2 رصين كاري 2 إذن ألقاكم في تمرين آخر في فرصة أخرى مع تمرين آخر ولكن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة فعلوا جرس تنبيك كي يصلكم دائما الجديد والمفيد شاركوا هذه القناة المتواضعة مع أصدقائكم وزملائكم باش تبقى القناة مستمرة دائما أقولها تبقى مستمرة لفائدتكم إذن إلى اللقاء